دوعي أكيد يهم كتير منكم لكن أكيد في البداية لازم نتوجه لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان بخارس التهاني مليون مبروك لكل جماهيرنا في كل مكان مكسب مهم جدا ونقدر نقول إنه هو في جيه في وقته جدا الحقيقة وأمام منافس جيد ما كانش ضعيف أبدا ودي حاجة كنا اتكلمنا مع حضراتكم فيها قبل كده وحنقول بالورقة والألم إنه منافس جيد لأنه يعني عشان يوصل للمرحلة دي في بطولة زي دي أكيد هو فريق قوي بطولة كبيرة أكيد غلي علينا كلنا والأهم كمان إنها مع جهاز فني جديد وأول مباراة خارج الضيار في دولة عربية شقيقة بوسط جماهيرهم عندنا طبعا مع تونس صوالات وجولات في كرة القدم سواء على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات الأهلي بيفوز خارج ملعبه على اتحاد المنستير التونسي بهدف سجلوا المدافع المتقلق محمد عبد المنعم في مباراة الزهاب بدور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا البداية بكل تأكيد جيدة جدا للنادي الأهلي مع كولر أمام فريق قلنا قبل كده إنه فريق قوي وقلنا إنه كان قريب جدا الموسم اللي فات من إنه يفوز بلقب الدوري التونسي عناصره جيدة عنده ميزة برضو لفتت الأنظار فكرة إنه مش راهب الموقف يعني كان عنده قدر كبير من التبات المفعالي في مواجهة فريق كبير يعني اسمه يخض زي النادي الأهلي والحقيقة كان ند قوي جدا للنادي الأهلي في أوقات كتير من المباراة ولكن ده ما منعشي إن النادي الأهلي يكون تقريبا سيطرته شبه كاملة على كل مجردات الأمور في اللقاء بص إحنا كنا قايلين وكانت الصورة واضحة يعني حتى المدير الفني بتاع الاتحاد هو كان بيتحدث إنه هو عارف هو بينافس مين كويس جدا ولكن اللي كان عجبنا وقلنا كلام ده قبل كده الاتحاد المنستري هو زي ما بتقول كده فريق كان بيحارب في الملعب مش موسم ده بس حتى الموسم اللي فات بما إن هو وصيف طبعا يعني تونس في الدوري التونسي هو بقاله كده فترة فعلا متقلق جدا اللعيبة بتوعه مقاتلين فعلا في الملعب هم كانت تصريحاتهم هم عارفين بنفس مين عارفين النادي الأهلي عارفين قدراته عارفين حجم البطولات عارفين الفروقات ما بين هنا وهنا وإحنا على الصعيد الثاني عارفين برضو وفاهمين إن ده كانت فريق صاعد جدا وفريق قوي جدا ومتقلق جدا في الفترة الأخيرة لكن برضو في الأول في الآخر ترجع تقول أنت النادي الأهلي مهما حصل فهنا كان فيه يعني دراية بيئة الأحوال وهنا كان فيه دراية برضو بيئة الأحوال للمنافسين لكن على الأرض أنت شفت فعلا فرق كبير جدا بقى لما تيجي تتكلم عن عودة روح النادي الأهلي مرة تانية في الملعب اللي كانت غيبة بقالها كتير وخلينا نقول يعني نتكلم بصراحة مش هنقعد نطلع نجم الحقيقة أو غيره لا كانت غيبة بفترة طويلة جدا لأسباب كتيرة بس مبارح فعلا شفنا ده وده اللي أسعد الجماهير يا كريم الجماهير عندك قالت لك إيه أنا شفت فعلا مرة أخرى بعد فترة غياب لعب على الأرض يليق بحجم هذا الكيان ده إحنا شفناه والروح رجعت مرة تانية للعيبة تحس حتى أكرم توفيق لما رجع شفت إزاي كان المتقلق وغيره وغيره من اللعيبة فعلا مبارح كان التنغم أكثر من رائع كل اللعيبة مفيش لعب كان بيلعب يا كريم تقول يا عم ما تلعب بقى عيدل يا عم ما تركز شوية هو أنتو ليه بتتدلعه ما فيش الكلام ده مبارح أبدا نتمنى أن ده اللي يكون مستمر كمان الفترة اللي جاية لأنه هو ده النادي الأهلي اللي احنا نعرفه بتتكلم عن استحواز استحواز يمكن بنسبة 60% بتتكلم أن انت مش في أردك أو مش في أردك لكن انت عامل شغل على الأرض محترم جدا وده أعتقد اللي احنا كنا يعني منتظرينه شفنا مبارح برضو قد إيه فيه تناغم وحرجع أأكد على النقطة دي لأن دي نقطة مش سهلة احنا لعبنا ثلاث وديات بس دي أول مباراة يعني مصورة أو مباراة حقيقية زي ما بتقال ناس كلها كانت منتظرة تشوف يا كريم هو كولر حيلعب ازاي هو الفكر زي طب احنا لعبنا أربعة اتنين تقاطية واحد زي ما احنا متعودين يمكن دي الطريقة اللي الأهلي بيرتح فيها إلى حد كبير وعنده يعني خبرة فيها بشكل كبير جدا يمكن دي برضو الخطة اللي المسلماني كان بيعتمد عليها برضو الفترة طويلة فالحمد الله مبارح بداية موفقة زي ما بتقال ولكن أكيد لسه عندنا كلام كتير جدا نتكلم فيه يعني برضو أنا مش عايزة أسبق الأحداث أو الأخبار بس لسه فيه كم نقطة كده حبا برضو أنا وكريم نتكلم حضراتكم فيها طبعا أكيد مباراة مبارح كانت مليانة أمور إيجابية كنا كلنا مستنينها وكنا إلى حد كبير متوقعينها تبقى لفكرتنا المعتادة عن النادي الأهلي وقدرته الدائمة على أنه لما يكون فيه أي تعثر أي أن كان حجمه أي أن كانت أسبابه أي كالعادة زي ما بنقول دايما النادي الأهلي يحط عينه على الأعطال فين ويعمل جاهدا على أنه يحل هذه الأعطال أو هذه المشاكل من الأمور الإيجابية كمان اللي كانت واضحة جدا في مباراة الأمس فكرة تبادل المراكز بين اللعيبة شفناها متحققة بشكل انسيابي جدا في مباراة الأمس والشهر التكتيكي اللي كان موجود على أرض الملعب برضو كان لافت جدا للأنصار فكرة أن فيه ثقة كبيرة بين اللعيبة برضو كانت واضحة بشكل كبير جدا طبعا فيما يتعلق بمسألة السيطرة فكان فيه سيطرة شبه كاملة على مجريات الأمور وعلى أحداث المباراة آه ما تفعلتش كتير أو ما نتكش عنها عدد من الأهداف لكن مبدئيا ودي النقطة اللي كنتنا واندي بتتكلم مع حضرتكم فيها من شوية فكرة أن احنا راح شايفين روح الفريق موجودة الرغبة في الفوز كل التفاصيل اللي كنا بننتقد غيابها الفترات اللي فاتت لأسباب كتيرة في منها اللي يخصنا وفي منها اللي خارج عن إراضتنا الحياة وطبعا نتكلمنا في الموضوع ده عشرات المرات لكن فكرة أن احنا نشوف الروح تعود مرة تانية روح الفانيلا الحمرة دي كانت من أكتر الحاجات اللي كانت مدايئة جماهير النادي الأهلي بعيدا بقى عن الفوز بلقب من عدم عن ضايع بطولة من عدم ضايعها فكرة أن الروح كانت غيبة دي كانت فكرة مخيفة لكتير جدا من جماهير النادي الأهلي الحقيقة بالنسبة طبعا الاستفقات الجديدة كتير من الناس شايفوا أن برونو سافيو وشادي حسين تعتبر بدايتهم بداية مبشرة إلى حد كبير وأكيد مع الوقت حتبقى أفضل من كده إن شاء الله الفترة اللي جاية أكيد مش من السهل أن احنا نحكم على مهاجم جديد من أول لقاء لي وخارج الضيار مع فريق من شمال إفرخيا بصفة خاصة يعني نطرية شوية بس أعتقد أن أغلبنا شاف مبدئيا ما يطمئنه 100% متفق معاك جدا حتى فكرة هنا سرعة التقييم حتى لنفسنا بس دي وجهة نظري ولو أنت تتفق معايا يعني احنا قلنا مبارح وأكدنا عن نقطة دي يا كريم قلنا حتى لو أدأنا يعني قلت أنا في حالة الفوز إن شاء الله أو في حالة حتى التعادل احنا ما كناش حطين أبدا الهزيمة بس حتى التعادل مش عايزين لا نبالغ قوي في التقييم هنا ونفرح قوي ولا أن احنا نقلل هنا وننسدم ونقول يوه بقى وإحنا إمتى بقى النحس ده حيروح لا كده ولا كده المبالغة في أي شيء يا كريم بتبقى ضدك لازم الواحد يكون إلى حد ما برضو منطقي وعقلاني في تقييماته بالمناسبة على النتيجة لكن برضو لا يمكن نيجي ونسمح أو يبقى منطقي أن أي حد يطلع من الزملاء أو غيره يبتدي يقيم لك برضو مارسل كالر يقيم لك الأداء مثلا هذا الموسم للأهلي لسه عايزين صبر شوية لسه الراجل بيقول يا هادي لسه احنا كمان بنفهم طريقة اللعبة طريقة الفكر بنشوف الاستحواز بنشوف الجملة التكتيكية بنشوف اللعب المفتوح بنشوف الهجوم الدفاع كل ده بنشوفه على أرضية الملعب فنتقنى شوية حقنا أن احنا نفرح وكل حاجة بس تاني هنرجع وانا هاخد من كلام كابتن سيد عبدالحفيظ هنا لما قالك ده الشوت الأول احنا لسه عندنا ان شاء الله الاياب في القاهرة الشوت التاني فنتريث ولكن على كل حال زي ما احنا بنقول كده البداية بتكون مهمة جدا وببداية الموسم الاقاع إلى حد ما برضو بيبقى هادي شوية لأن الفريق بيكون لسه داخل أو زي ما بتقول هو لسه في مرحلة الاعداد فبمرور الوقت أكيد والمباريات كمان بيبتدي يرتفع مع ارتفاع كمان اللياقة زيادة الانسجام زي ما احنا كنا بنتكلم يعني حاجة أعتقد بتيجي بالتدرج لكن الروح تاني اللي هنأكد عليها كانت موجودة بنسبة كبيرة جدا نديها حتى تسعين في المية وكمان لما نتكلم عن ناينتي بلاس اللي احنا ملوك ناينتي بلاس ما فيش حد بينافسك وحشفنا والله ما فيش حد بينافسك في الحد احنا تديها تنين وتسعين الجول يعني بس القصة بتاعت ناينتي بلاس ايه قصة بتاعت ناينتي بلاس دي بتخلي دايما جباهير النادي الاهلي على غرار اي فرق تانية بجد ممكن حد من فريق تاني يوصل مثلا ديئة تسعين يقول لك خلاص او نشو التسعين يمكن التمانين يقول لك خلاص يا عم المطش كده خلاص احنا لغاية تديها التسعين بلاس بنبقى قاعدين ومركزين وعندنا امل ان الجول ممكن النتيجة فيه تتغير ده اللي احنا عارفينه من ساعة ما تولدنا والاجيال اللي قابلينه وقابلينه ده اللي النادي الاهلي يعني زي ما بتقال كده اخدنا عليه فجود لك وعمتا ناينتي بلاس بتبقى مقلقة شوية او بتحرق الدم شوية في المنشات اللي هي بتبقى يعني مهمة او الحاجات اللي انت عايز تخلصها في اول دقيق بس برضو بتفرحنا في النهاية فشكرا للنادي الاهلي ان احنا فعلا مبارح كلنا فرحنا والجماهير كده زي ما ردت في الملعب احنا رحنا ردت كمان برا الملعب هو ده اللي احنا كنا منتظرينه فإذن الله خير كل اللي جاي صحيح طول عمر النادي الاهلي يعني لعيب قوي في حتة الناينتي بلاس الحقيقة وفعلا زي ما نهواند بتقول ملناش منافس في هذا الإطار ودايما بتكون الثقة حضرة وعندنا شبه يقين مهما كانت مجريات الأمور مهما كانت الشكل العام في المواتشة عامل ازاي جت عليها ديئة تسعين جت علينا ديئة واحد وتسعين فيه دايما فرصة كافية ان اي لعيب من النادي الاهلي يسجل هدف واخد كان فيه لقاء الامس